بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زنتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما معنى هذه الآيات الشريفة الله سبحانه وتعالى أعطانا نعما كثيرة ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى ومطلوب من الإنسان أن يستخدم هذه النعم لأن الله سبحانه وتعالى خلقها لأجلنا فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل شيء مخلوق لك لكن مطلوب من الإنسان أولا أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ثانيا مطلوب من الإنسان أن يأخذ هذه النعم ليستخدمها في طاعة الله عز وجل فلا تأخذ نعمة الله تعالى لتستهلكها في المعصية بعد ذلك ثالثا مطلوب منك أيها الإنسان أن ترشد استخدام هذه النعم مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فوجده يتوضأ ووجد سيدنا سعدا يسرف في الماء يعني يستخدم مياه كثير رغم أنه بيتوضى يعني إيه بيتوضى؟ ده بيعمل عبادة لله سبحانه وتعالى طيب وإيه المشكلة؟ بيستهلك المياه كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا السرف يا سعد فسيدنا سعد بن أبي وقاص تعجب وقال أوى في الماء سرف يا رسول الله الإصراف ده في الفلوس الإصراف في الأكل لكن في حد بيصرف في المياه وفي حد بيتكلم عن المياه أن دي فيها إصراف فقال أوى في الماء سرف يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت على نهر جاري يبقى استخدام الماء اللي هو نعمة حتى لو كان في العبادة ينبغي أن يكون بترشيد وينبغي للإنسان أن يقلل له ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاعة يعني تعالوا نحول الأوزان دي أو المكايل دي إلى أوزان المد رطل وتلت يساوي نص لتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بما يعادل نص لتر طب وبيغتسل بصاع يعني ايه؟ صاع يعني اتنين لتر أربعين جرام يبقى تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم زجاجة اتنين لتر دي اللي بيغتسل بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الفقهاء يكتبوا عن مشألة الوضوء ومشألة الغسل قالوا يستحب تقليل الماء بلا حد يعني حاول تقلل الماء على قد من تقادر لأنه ده اسمه إسراف وورد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء توضى النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ورشد في استخلاك الماء ثم قال فمن زاد على تلت غسلات بدل ما يغسل الوجه أو اليدين تلت مرات غسل خمسة غسل سبعة وإف يتوضأ أهدر الكثير من الماء قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم وتخيل معي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين ولا يحب المصرفين وبالتالي هذا في الوضوء ما بالك في الأكل ما بالك في الملابس ما بالك في الإنفاق ينبغي للإنسان أن يرشد استهلك وينبغي للإنسان أن لا يتعود الإصراف بخاصة إذا كانت الحياة صعبة على الناس وإذا كانت الأمور في زيادة وبخاصة إذا كان الإنسان يستهلك بطبعه أو يخلق فيه طابع الاستهلاك الإعلانات في السنوات الكثيرة الماضية خلقت فينا طابع الاستهلاك يعني إيه طابع الاستهلاك إنه الإنسان يبقى عايش عيشة تجعل فيه إنسان غير راضي عن هذه المعيشة سواء البيت اللي هو عايش فيه فليه ما يدورش على الشقة التمنها أغلى اللي هو مش عارف يعيشه أو مش قادر يجمعه وبعدين يبقى لابس لبس تقول له لا انت ليه تلبس كده لا لا انت لازم تلبس الماركة الفلانية وبعدين يبقى بيصرف بمقدار معين تقول له لا انت لازم تعيش بالمقدار هذا لما نراجع كتب التاريخ نلاقي إن الفرس كانوا يقيمون الناس بالمال ولما جه الإسلام أنغى هذه العادات وكسرها وأزالها مطلوب مننا أن ننظر إلى الماركة المعينة واللبس المعين والماركة السيارة وماركة الأميص وماركة الجاكت وماركة البنطلون ما هذا جميل إنك انت ترتدي هذا تبقى معاك أحسن حاجة تلبس وتعامل مع أعلى الماركات لكن إذا كنت تحتاج إليها أو إذا كنت محتاجا إليها أو اقتنها من أجل يعني إمكاناتها أو إنه الخامة أفضل من غيرها لكن ليس من أجل فقط إنه يكون أنا كفلان لازم يكون بالمستودة لأن هذا مما يقلل كفاءة الناس ويزيد في الإنفاق والله سبحانه وتعالى قال وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الزوج عليها أن تعرف إمكانات زوجها وتعيش على حسب هذه الإمكانات الزوج عليه أو الرجل عليه أن يعرف إمكانات نفسه شاب عليه أن لا يسرف وأن يتدخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خاب من اقتصد يعني اللهم لا تخيب الإنسان الذي يقتصد في حياته أسأل الله تعالى لنا ولكم البركة إنه سميع قريب مجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته